موسائل خير عليكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم أحلى معي في البداية أحب أرحب بجميع السادة المشاهدين اللي بتفرجوا علينا وأرحب بزملتي فاطمة إزايك يا فاطمة؟ إزايك يا سلم عاملة إيه؟ أهلا بيكو وأهلا بسلمة وأهلا بكل السادة المشاهدين النهاردة الحلقة بتاعتنا حلقة مختلفة جدا مش بس مختلفة في الموضوع وفي المحتوى هي مختلفة لأنها المرة دي بناء على طلبك الحلقة دي أنتوا اللي طلبتوا أنها هيبقى لها جزء تاني علشان كده معانا رجل الأعمال اللي كان معانا في حلقة سابقة قبل كده رجل الأعمال صاحب براند أبو يوسف برحب به أهلا بحضرتك مش عرفنا كان عادة ومنا وار طبعا الجمهور كله كان حابب يشوف حضرتك تاني وحابب أن نحن نستفيد من خبرتك وشباب كتير خدوا حضرتك كقدوة لهم علشان كده ناس كتير طلبت يبقى فيه جزء تاني للحلقة فحابين بقى نستغل وجود حضرتك معانا ونسأل أسئلة كتير جد بصوا أولا أنا برضو بشكر الجمهور اللي جابنا هنا وقدر يوصلنا للناس ويوصل الفكرة كمان بشكر الناس اللي هي يعني اتعلمت حاجة من الحلقة اللي فاتت والنهاردة يعني عاوزة تتعلم أكتر أو تستفاد من اللي حصل أكتر يعني أو الموضوع كان عامل ازاي؟ بالضبط إحنا كمان حابين بقى النهاردة الحلقة ندي فيها يعني زي ما بيقولوا كده ندي نطلح فيها خبرتنا وخبرة السنين اللي حضرتك طبعا عملتها ونديهم شوية نصايح يعني أي شاب أو أي شابة بيتفرجوا علينا دلوقتي يركزوا معانا يعالوا التلفزيون ويسمعوا كل كلمة كويس أيب نقولها حابين بقى نعرف من حضرتك في البداية المشروع حضرتك بدأته ازاي؟ والله هو المشروع يعني يعني هو في الأول ما كانش طبعا من واحد كان فاكر أنه هو هيعمل الدجة دي أو هيسمع بالشكل ده الموضوع أنا خدته وحدة وحدة آه كنت حاطت اللي أنا فيه ده هدف قدامي بس هي لازم تاخده طبعا درجة درجة وسلمة سلمة عشان خاطر اللي هدف بتاعك توصله وتحقق وكمان تحققه بسرعة وبنقات وصول سهلة يعني هو ده اللي أنا كنا حبيه إنه نحن نوصله للناس بالزبط طيب ما فيش حد أحاول يبتدي مشروع أو يعني يبتدي إنه هو يعمل مشروع أو ينفزه إلا ما وجهته مشاكل شور طبعا إيه المشاكل اللي وجهت حضرتك؟ هي أول المشاكل طبعا بالنسبة يعني كبراند أبو يوسف الديزاينز ذات نفسه اللي احنا بنشتغل عليه كله قال إن ده صعب إنه هو يتحقق هنا في مصر أو ينجح هنا في وصف هي فكرة فعلا غريبة وما كانتش منتشرة خالص بالزبط كده كمان يعني بص هي وطلمة غريبة ومش منتشرة ومش مقودة عندها إيبا ده سبب نجاحها؟ بالزبط هو ده سبب نجاحها إنك أنت تعمل حاجة مختلفة إحنا هنا عندنا يا فاطمة فيه مشكلة كبيرة أبو إحنا هنا بنشتغل بس على قد الشهادة بتاعتنا وممكن إن كنون إحنا أصلا مش حابين الطبيعة العاملة الشهادة كمان اللي إحنا أخذناها دي أو بتطلع على مهنة والدك بس وبيقول لنا خلاص أنا والدي كذا وأنا هبقى كذا مع إن إحنا في عندنا حاجة كترة أول لو إحنا جوانا واشتغلنا عليها هننجح اللي بيعرف يخش المطبخ أكيد هيعرف يعمل أكل كويس أكيد كلنا مخلوقين عندنا مواهب يعني ومحتاجين بس نفكر كويس ونشوف إحنا حابين إيه ونقدر نعمل فئة إحنا ما بنشتغلش على مواهبنا أو ما بنشتغلش على حاجة اللي إحنا بنحبها وبنشتغل عليها إحنا بنطلع حاجات مفروضة علينا لا مفروضة عليك لأ أنت مش هتنجح مش هتبدع وأكيد هيقابلك مصاعب كتير المنافسين كتير أكيد بيقابلوا حضرتك طبعا طبعا بصي هو المنافس ده بتبقى حاجة جميلة قوي هو طالما أنت مثلا مثلا يعني أنا مثلا شغل بتاعي النهاردة بيتقلت كتير بس بتقلت ده كده ألرم كويس قوي أن أنا ناجح ما أنا لو مش ناجح أكيد محدش محدش هيقلت الشغل بتاعي بلاس كمان المنافس أنت لازم يكون لك منافس تنفسه بشرف وإزاي التعامل معاه وإزاي أنت كل الفدماغ أنك أنت تسبقه بخاطو أو اثنين وعا فكرة المنافس لأي حد عايز يبتدي مشروع عايز أقوله أن المنافس حافز كبير جدا لك ده حد بيخليك دايما سابق نفسك وبتكسر أي قاعدة بتحقق يعني إيجابي وسلبي في نفس الوقت طبعا طبعا هل تقردي فعلا في حد بقلت شغل حضرتك؟ كتير طبعا يعني مش هقول الحمد للرب يعاميني كتير وبقول الحمد للرب يعاميني أن كتير يبقى أنا كده نجحت أنت بتعرف من كياس النجاح بتاعك أنك تتقلت ما حدش هيقلت حد حضرتك طب عايز أبقى حضرتك ترجح كده بالذكرة الورا شوية كده كم سنة؟ أنا عارفك النهاردة بصيت إيه محضرها لي لا لا يعني نرجع بقى الورا شوية عايز أعرف حضرتك ابتديت المشروع ده بكام؟ مبلغ كام بقى؟ أصغر من أقل حد بدأ أي مشروع يعني كانت في حدود كام؟ مفيش كان في حدود ما فيش عارفة كانت بدأت من الصفر يعني زي بلزبط عارفة يعني كان الصفر ده بالنسبالي كان كان رقم عاوزة وصلوا عشان أكمل بقيت الخطوات مثلا بألفين تلاتة والله لا أنا مش متذكر الرقم بالضبط أعم مش متذكر الرقم بس أنا متذكر أول دستة أنا جبتها واشتغلت عليها وأنا ماسكها كده بقول أنا من دي هبقى برند لو أنا قلت هبقى برند بس كده ومن دي أكيد أنا هحبط كتير عايزة برضو ركز على الحتة دي حسن الظن بالله يعني لازم كل متوقعات زي ما بيقولوا فلازم نتوقع دايما الخير ونتوقع الأفضل عشان فعلا نوصله ونلاقيه نصي مفيش أسهل من التجارة بس أنت هتاجر وانت حاطف في دماغك ربنا هو اللي هيساعدك وهو اللي هيوصلك ازاي دي أهم خطوة الموضوع مش بشطرتنا أنت بالضبط ما حدش فينا هيشتغل على أنا شاطر ده أنا زاكي ده أنا مفيش مني تاني التوفيق ذات نفسه بقى هنا هتجمد على نفسك وتعمل حساب المنافسين والناس اللي بتقلدك والناس اللي وقفة ضدك عدق نجاح كتير طبعا طبعا عايزة برضو حضراك توجه بقى رسالة يعني في شباب كده يعود يقولون أنا نحس أنا فقر أنا مش هنفع أنا مش هقدر يعني ده ده إيه بقى حضراك تحب تقولهم إيه انت قلت التلات حاجات دي انت كده خلاص يا معظمت مش هتقيت انت كده خلاص قعدت في البيت ومش هتعمل حاجة تاني ومش هتقدم مش هتقدم ولا للا حواليك ولا نفسك حاجة لأ فكر كده انك انت لما مش قصدي حاجة انك انت لما تمشي من الدنيا وقى الدنيا دي كلها عرفت انك انت نشيت بتسيب بصمة ليه بصمة جباي انت إلا هتخش الدنيا وتخرج منها زي ما دخلت زي ما خرجت وعادي واحد من الناس طب تنصحه بإيه يعني حضرتك مثل النجاح متشكر والله بتدت بنفسك وحاولت وعفرت وحضرتك زي ما بتقول ابتدت من الصفر خالص طب تنصح اي شاب لسه بيبتدي مشروعه او عايز يبتدي وممعوش اي راس مال يعمل ايه؟ اول حاجة اشتغل على حاجة انت بتحبها شاطر فيها ناجع فيها سيبك بقى من شاهدتك واسيبك من شغلة والدك اللي انت عايز تطلع عليها واسيبك من اي حاجة اول حاجة دي كويسة بس انت انت مش حبيبها انت مش هتوصل اول خطوة انا ناجع في كذا انا بعرف ارسم ادي ساببورت كده ودعم لنفسي الاول عشان اتحط على الاول اطلع طبعا لانك انت لو مش شغل حاجة انت بتحبها مع اول كعبالة طبعا دي بيجينا كلنا مع اول كعبالة خاصة انت مشتمل طب حضراءك تنصح الشباب اللي عندهم افكار دلوقتي واحلام كده وعايزين يبتدوا في مشروع تنصحهم مثلا يعملوا المشروع ده بميزانية عالية ولا ميزانية؟ بصفر 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 لو معاك الصفر الصفر ده رقم كبير اول كفاية ان انا ازاي يعني يبتدي بخبرته بس كده من غير اي فلوس؟ بزرط ابتدي بحاجة انا حبيبها انا عيان اجل طيب بعد اسم حضرتك احنا معنا مدخلة من امتيا قالو قالو السلام عليكم عليكم السلام اهلا بحضرتك ازايك؟ الحمد لله بخير والله منوران ده نورك والله منور يا بيوسي منورك والله انت عاملة ايه؟ ايه اخبارك؟ الحمد لله يا اخونا الكدير حبيبنا بيوسي مشاكل والله ليتصل بتاعك ده امتيا ر ربنا اخليك يا رب حضرتك جربت المنتجات بقى بتاعك شيازا ابو يوسف؟ نعم حضرتك جربت من المنتجات بتاعت ابو يوسف؟ اسكندرية كلها جربت المنتجات تو شاول الله Fan يخليك يا رب ما يخليك طيب ايه رأيك فيها بقى؟ اقولنا رأيك كده لا ما يخليك مشاك الله Ich blessings براند هو مفروض يبقى براند ده إن شاء الله بإذن الله نتشكر والله ربنا يخليك ربنا يخليك ربنا انشكلت صديقة موتين مرسي لحضرتك جدا شرفتين ما شاء الله معجبين حضرتك كتير الحمد لله رب عليك عايزة بقى أرجع لحضرتك عايزة أعرف هل العامل النفسي سواء للشاب اللي هيبتدي مشروع أو العامل اللي جاي لحضرتك ده ليه تأثير وليه دور؟ طبعا إزاي بقى أشرح لنا بقى الحتة دي؟ العامل النفسي للعمل اللي أنا هشتغل عليها بعض أنا لو جبتله منتج زيه زي مليون منتج وقلتله خده هيعجبك أو مش هيعجب أو حد مثلا لسه داخل في موضوع الماركتين جديد فحد بقوله أنت اعمل صفحة فيسبوك ويعمل سبونسر وكده أنت نجحت لا أنت ما خلتش لحاجة أنت عندك عميل كويس لازم العميل ده أول حاجة يحبك ويحب اللي أنت بتشتغل عليه مش هيحب ده غير لو حاس أنك أنت قرده أنت كمان حابب ده ومعقو الحاجة برضو طلع بحب يعني الحب بيبان حتى في المنتجات البسيطة بيبان فيها برضو بيبقى لي بصمة الفرق الفرق بين حد ناجح وحد مش ناجح ده حد بيحب الحاجة دي وده حد تاني واخدها كبزنس واخدها بزنس وشغلها شغلا محدش بيوصل أشهر الموزيعين وصلوا عشان بيحبه أشهر الموزيعين وصلوا عشان بيحبه أي حد وصل عشان هو بيحب الحاجة طب إيه تحليلك بقى لمستقبل الصناعة في مصر عمو الصناعة المصرية حاجة مهمة جدا وحاجة لازم نشتغل عليها وحاجة وده منتج بلدنا وده حاجة ما فاش أي كلام بس إحنا المفروض إن إحنا مش قصدي حاجة على فكرة مصانعنا فيها أحسن المكان عندنا العمالة اللي عندنا مصر كلها خير سواء أيدي عاملة أو الشياب اللي في مصر ما شاء الله هو بس حد مش حد يوجهه هو بس حد يعرفه هو الطريق إزاي وحطه على بداية الطريق بالضبط بس إحنا لازم أول حاجة إحنا هنا نحترم الصناعة المصرية إحنا كمصريين نحترم المنتج بتاعه عشان لما نطلعه برا هو كمان يحس إن اللي عمل ده محترم حاجة زي كده محترم إن هو بيعمل شراب زي كده هو حاجة كانت بالنسبة ناس كلها حاجة عادية شراب أسمح لي أقول لك إيه يميز المنتج أو حضرتك عن المنتج المستورد مثلا؟ يعني مثلا لما حد بيروح الأسواق أو كده دايماً الناس بيتميل للمنتجات المستوردة ومعرفوش إن المنتج المصري أحسن منتج بخامة وجودة وشكل إيه اللي يميز؟ اللي يميز هو حاجة جميلة وكل الناس مشتغل عليها إن المنتج المستورد هو مش مالوش دعوة بزوقنا ما إحنا 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 لكل مكان ليهم زوق لازم يتفصل ما ينفعش أجيب زوق أوروبي ومنتج أوروبي وستيل أوروبي وهو أقول هو كده خلاص ده كده البراند من هجيبه مصر إحنا في مصر مثلا ما بنحبش الكلارز ده ما بنحبش الديزين ده أو بنحبش مثلا الألوان الهادية أو ده حاجات بتاعت أجهب إحنا في مصر نحب مثلا حاجات على زوقنا مش أصلا إحنا نحب حاجات تبقى أنت بتعمل على حسب المجتمع بالضبط أنا عايز أديكي مثلا برودكت زي كده مثلا شرب كيوت قوي عشان خاطر أنت يعجبك تحب ده زوقك لكن لو هجيب لك حاجة سيمبلي قوي مثلا زي بتاعت أوروبا مثلا هجيب لك ما ممكن ما تاجي لازم أميز نفسي واميز المنتج من مصر ودايما وأنا ببيعه أبقى فخور إن ده مصر صح وإن اللي عامله شباب بلدي وإن اللي بيشتريه برضو شبابي البلد لازم إحنا كدهنا نشتغل عادة ونفتح مصانع أكتر صحيح المصنع الواحدة يا جماعة بيشيل عدد كبير قوي فاطمة الصناعة دلوقتي يعني حضرك شايف أني رحها على فين رحها لمكان أفضل طبعا رحها يعني مش لمكان لمكانة بلزبط مكانة الصناعة المصرية النهاردة لأ بقيت النهاردة بتحترم بتتصدر كمان فظل لي كمان ظروف كورونا والكلام ده فبقى الموضوع بقى أونلاين أكتر وكمان ثقافة المجتمع نفسها بدأت تتغير إن لأ مصر فيها منتجات كويسة وأسعار كويسة وبرندات عالية مش شرط بقى إن إحنا نروح بره ونجيب من أوروبا نجيب من هنا أو من هنا الثقافة برضو عندهم بدأت تتغير وده في حد ذاته شيء حلو جدا دي المكانة اللي هو مش مكانها فين لا بقيت مكانتها إيه عند العميل عند الناس بر دي حاجة كويسة على فكرة إحنا في طفرة صناعية ما كانتش موجودة السنين اللي فاتت طيب عايزة بقى حضرتك هنروح في حتة بعيد قوي عن اللي احنا بنتكلم فيها تفضل تفضل يعني الأسرة بقى الأسرة طبعا أكيد لها دور إن هي تطلع الشاب أو الشابة شخص طموح شخص بيعرف يفكر عنده أحلام يقدر يعمل مشروع ناجح فحضرك بقى تنصح الأهالي بقى الشباب دول يبقوا إزاي يساعدهم إيه المفروض يعني الأسيات اللي يغرزوها فيهم علشان يطلعوا شباب قادرين إن هم يفكروا ويحلموا ويحققوا دي سهلة جدا أنا كده الكاميرا مع بص أقول ليه أقول لك الحاجة لكل أسرة لو لقيت ابنك أو بنتك بيعمل حاجة سيبوا يعملها ما تقولوش دلوقتي لا اللي أنت بتعمله ده الرسم اللي أنت بتعمله دعاك يلا سيجي لك ده وخش دلوقتي مش قولت حاطبع ما يزاكرش لأ وخش دلوقتي زاكر وخش لا ده بيعمل حاجة يا بلا أنت نميه صح ما تحبطوش خالص بالضبط أنت نميه أنت أشتغل عليه أنت أكبرهاله يعني زي ما بنقول ما نكسرش ما أضيفه كده من الأول بالضبط بالضبط ما يبقاش ابنك بيرسم مثلا لو لقيته بيرسم رسمة طيب إحنا دلوقتي معنا اتصال الأستاذة داليا من الهرم ألو ألو سالخير مساء النور إزاي حضرتك آه تمام الحمد لله منورانا آه الدنيا كلها منورة بحضرتك وآه بالمجمعات الحلوين مرسي وآه وأستاذة بيوسر ربنا خليك بصراحة أنا عايزة أذكر في البراندي جدا آه خامات وموديلات آه بصراحة حاجات كلها جديدة بترفع من المعنويات كده متشكر متشكر جدا بنحس البهجة وإحنا أصلا يعني بنشغالين فيها متشكر متشكر ده ده شغلكم وده تعبكم وإنتو اللي وصلتونا لأينا والله وصلها داليا وآه ربنا يخليك انت حد من المتفعالين معايا حد من المتفعالين فيكم ورسك ناس كده جمزين إن شاء الله متشكر والله وإن شاء الله نكونوا أدعى لحضرتك وبالمناسبة طالما أنت يعني طالما أنت معايا كده أنا حابي بجد أوجه نسالة شكر لكل إخواتي اللي هو حولناه من عميل اللي بقى أخي فعلا هم عدلهم كبير طبعا بسم الله ما شاء الله بس من عميل لأخي فعلا إحنا متواجدين معه حتى في تفاصيل حياته بشكره على تعبه بشكره على مجهوده وإن شاء الله أنا عاوز أقوله إن نجاحك هو اللي بوصم بنشكر أستاذة داليا جدا على اتصالها كنتي مشرفانا ومنورانا نرجع بقى الأستاذة أبي يوسف ونرجع على موضوعنا عايزين بقى نعرف من حضرتك هل بيبقى في مشروع كده المشروع ده مثلا يعني يباني إن ده هينجح أو إنه هيفشل مثلا ولا لأ يعني أي مشروع ندخل فيه ولا يعني في حاجة مشروع ممكن نتجنبه ولا لا لا ده لا ده أنا يعني عاوز أقولك إن معايير الفشل بتباني في أول كم خطوة بتشوفها قدامك صريحة زي إيه بقى؟ أي أنا مش عايزة تكلمة على مشروع أنا بس نحن بنتكلم في العموم أصلا إن معايير الفشل هتسمع أول حقا كلمة مستحيل طبعا لإنت تقدر تتحقق وهتها تسمع كلام الإحباط بزبط وفي كمان كلمة يعني مترددة في مصر كتير قوي هنا بتاعت كان غيرك أشتر دي لا ليه أنا أشتر من غيري وغيري أشتر من ليك يعني إنا متميزين هنا في مصر بإحباط الناس اللي حولينا من غيرها بإحباط رهيب يعني بإحباط رهيب يعني بإحباط رهيب يعني بإحباط رهيب يعني أيه وقت نجيت بإنجي هو أول ما ده بقى إلا أنا يعني ببقى عايزة كل أسرة تركز عليه يا جماعة بلاش إحباط يعني ليه ليه سيبوا للأطفال بتاعكم يحلموا ويجبروا ويحققوا ويفكروا ويخلوهم ليه يعني لازم ينجحوا عادي لما يخلطوا وعادي لما يفشلوا طبيعي كل الحاجات دي هتعلمهم وهتبقى تجارب ليهم هيستفيدوا منها بعد كده صح؟ حتى لو فيه شاب طلب من أهله إن هو قديني فلوس مثلا أعمل أبتدي مشروع معين ما يقولوش لأ ما يقولوش ما ينفعش أو كده يجرب يجرب وبرضو أنا بقى عايز برضو أقوله حاجة لأ أنا عايز أقوله ما تطلقش أنت شاب لقيت نفسك بتخش المطبخ بتطلع أصناف أكل جميلة جدا فخاصة أنا قلت أنا عايز أفتح مطعم فبلاقيه هو رايح لأهله بقوله بقى دين رقم كبير جدا عشان رايح براحة أفتح مطعم حاجة واو لا بس أي حاجة ليها نسبة للمكسب والخسارة 50% و50% بالضبط مضبوط أنت بقى يتحط الكنسة دي هنا يتشتغل يتبص على نجاحك بس يقل لي تفضل تبص على فشلك بس طيب إزاي بقى أضمن مشروع ناجح؟ أضمن مشروع زي ما ما تريدك بالعامل بتاعتي أول حاجة بحب اللي أنا بعمله أو ما بحبش دي ده الفشل والنجاح أول حاجة لنا أكون بحب اللي أنا بعمله كل ما قاعة كده أقول أنا دلوقتي هقع وعشان أضمن مشروع الناجح أشوف آخر الحلم بتاعي أنا هوصل لهنا بس دي سلمة ودي اللي وراها ودي اللي وراها لحد ما وصل المشور بتاعي اللي هقبلك كتير اللي هقبلك عوائق حاجات مبشرة كده أنك إنتا استحالة تعمل حاجة بس عديهم وهتتفرج على نفسك في خلال وقت قصير جدا طول ما انت بتحب طب عايزة عرف ايه العواقق اللي قبلت حضرتك بقى يعني هل في عواقق كان فيها احباط ولا ما كانش فيه احباط ما كانش عواقق ده كان مأساة يعني طبعا ما كانش عواقق بس مأساة بالزبط اه ده كان مأساة طب ممكن حضرتك تحكي لنا علشان الناس برضو تتعلم واللي بيسمعونا الشباب اللي بيسمعنا يتعلم برضو من المأساة اللي حضرتك وقعت فيها مش عارف هتديلك اي مواقف مواقف محرجة مواقف صعبة حاجات عشان توصل للنجاح اللي ما شاء الله حضرتك فيه ده ده من اهم المواقف اللي هو انت بتبيع فين بالزات احنا دلوقتي يعني بينا خلاص الدينة كلها دلوقتي دخل على موضوع الانلاين وكل عاوز يبيع الانلاين الانلاين في ناس كتير كويسة وفي ناس كتير وحشة احنا دايما بنشوف ان كل الناس دي وحشة فدايما فبتلاقي دايما ثقة بينك وبين العميل مش موجودة عبان ما تزرع الثقة دي والمصدقية دي والمصدقية دي جواك ويحبك ويحب شغلك انا ببيع مش ببيع لمستهلك انا عندي كمان مأساة اكبر انا مش ببيع لمستهلك مش بيقول له خد البث الشراب ده ايه انا بدي العميل بياخد المنتج بتاعك وبيفتح بيه بيته حضرتك ببرده مركز عن المستثمر الصغير ده لازم ده 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 ولازم اشغاله ولازم اعمله برنامج مسابقات كله اللي انتي بتشوف يازم اعمله برنامج مسابقات طب بمناسبة بقى المسابقات احنا معنا مفاجآت كتير وجوايز كبيرة برفع فعايزين بقى ايه تحدمنا يقان المسابقات دي ايه بقى الموضوع المسابقات ده سمعنا أن فيه مسبقات وفيه جواز كبيرة فعايزين بقى نعرف من حضرتك وتعرف للجمهور بيها المسبقات دي حاجة جميلة جداً حاجة بتشتغل أول حاجة لو أنت راجل ماركتينج أو دخل على تسويق المنتج وده أهم حاجة الماركتينج طبعاً صحيح ما تقولش أنا عندي كذا وببيع وهو رخيص أو غالي وخاص وانت دخلت من حتة دي لا حتة المسبقات دي بتبقى اسمها دعاية غير مباشرة بتبقى أنت بتشتغل بدعاية للمنتج بتاعك غير مباشرة لما بتقول للعميل بتاعك أنت هتكسب كذا أنا فيه عملة بيستنوا يكسبوا معايا مثلاً سي داستة شرب تمانها طب ممكن نعرف برضو إيه الجواز اللي حضراتك بتقدمها للجمهور أول حاجة أنا بكسبوا حاجة من المنتج بتاعي ودي حاجة مهمة جداً طب الجايزة الكبرى بقى عايزين نعرفها الجايزة الكبرى اللي أنا عايزة أقولك عليها ودي المفاجأة اللي أنا أقولها لجمهوري هنا أنا إن شاء الله برنامج المسابقات بتاعي هيكون من قلب القناة دي وهيتزع لكم لايف من التلفزيون وهيكون طبعاً على السوشان ميديا عشان اسمك ومساعدتك اللي انت بتدعمها للبراند بالهاشتاج اللي انت بتشيره أو باللايف اللي انت بتشيره لا اسمك النهاردة هيكون على التلفزيون لكل الناس وده هيحفزك أكتر دي أول مفاجأة طبعاً أنا بقى اللي بقى قدمها له ندخل عنه بعدها بقى جاينا النهاردة بس مفاجآت بقى بالضبط المفاجأة التانية إن أنا أول حاجة هكسبه طبعاً حاجات من المنتج بتاعي كمان أنا في دخل إن شاء الله لحاجة هنكسب لاي الأجهزة المنزلية في عرائز كتير في مصر وفي ناس كتير في مصر نحتاجة نكون جنبها ونقف جنبها في جوازات كتير بتقف على حاجات على غسالة يعني وتلاجة بالضبط عايز أقولك في حاجات كتير قوي يعني بص بنشوفها بقى مأسا مش هنقعد إن إحنا وبرضو مش بيقول إن إحنا هنفضل نساعد بس لا إنت هتشتغل وهتكسب هتساعدنا وانساعدت بالضبط كتير وحكاية الأجهزة المنزلية دي دي حاجة أقولك عشان خاطر أخواتي عرائز مصر اللي بيجاهزوا نفسهم واللي نتمنى طبعاً نشوف كل واحدة قد الدنيا إن شاء الله هنعمل لهم مصابقات وجواز أجهزة منزلية بكل مقريصة يعني كل يوم هيكون إن شاء الله معي لا يكل عن أربعة خمسة من المنتجات الأجهزة المنزلية الغالية مش لأصل غالية إلا الحاجات الكويسة اللي نقدر نقدمها طب الجواز دي إزاي الناس توصل لها إزاي يعني أعمل إيه أنا كواحدة بتفرج على حضرتك أعمل إيه عشان أوصل للجازة كبيرة؟ بالزبط كده أنت بتتفرج عليها لايف تمام كده فأنا دوقتي عاوز يعني ممكن حضرك برضو سريعاً تقول لهم يعملوا إيه علشان وقت الحلقة؟ طيب أنت بص كده أنت بتتفرج عليها لايف فاللايف ده بيكون لي لينك اللينك كده أنت على قد ما بتشاهريه أكتر على قد ما أنا باتشاهر أكبر الزبط على قد ما أنا باتشاهر أكتر وبكسب أكتر فأنا ما أكسب أنا ما مش أكسب لوحدة فلازم برضو أكسبك فأكسبك الجهازة بتاعتك تمام كده يعني إحنا الوقت خلص والله كان فيه مفاجآت كتير وكاننا عادينا نتكلم أكتر إن شاء الله يبقى فيه مفاجآت أكبر معنا إن شاء الله بشكر حضرتك جداً وبشكرك يا زلمة وإن شاء الله حلقة جديدة من برنامج إحلم معي استنونا بقى وإن شاء الله يبقى معنا مفاجآت أكبر وتصبعوا على ألف خير